السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مصطفى العطية والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول مهنة الدفاتر المحاسبية او الدفاتر المحاسبية هل ستختفي في المستقبل نظرا ان كتير جدا بيسألني على الخاص هل هادي الدفاتر ستختفي في المستقبل من عدمه ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان نوضح لحضراتكو هذا الامر في البداية حاب اوضح انه الدفاتر الحسابية هي مجموعة من الدفاتر اللي بتستخدم فيه تدويب وكتابة والامور الخاصة بالتبويب للعمليات المحاسبية والحال ده بيتم استخدامه فيه العديد من الامور داخل هذه الاماكن وداخل هذه المشروعات المالية ولذلك هتلاحز هنا ان هذه الدفاتر المحاسبية بتنقسم الى مجموعة واسعة من الدفاتر زي الدفاتر المالية، الدفتر العام، دفتر الأستاذ، الدفاتر الخاصة بالتكاليف إلى آخره وهذه الدفاتر بيعتمد عليها محاسبيا بشكل كبير في المجالات المحاسبية ولذلك نقطة مهمة جدا أتلاحظ بأن هذا العامل من الدفاتر بتساعد المحاسب في عملات التبويب والفلترة والأودتينج أيضا المراجعة وبتلعب دور كبير جدا في المجالات الخاصة بالمحاسبة وكذلك إثبات العمليات والصفقات اللي بتتم وبيراعي فيها أنها لا يكون فيها قشت أو نوع من أنواع التعثر أو أي مشاكل أخرى فيه داخل هذا الأمر ولذلك نقطة مهمة جدا أنك تعرف بأن الدفاتر المحاسبية بتلعب دور مهم جدا ورئيسي داخل العلم المحاسبة وداخل من يعمل فيه مجالات المحاسبة لكن هذا الأمر مع الوقت الحالي أصبح هناك نوع من أنواع الكونسيرن أو الاعتبارات ليه نظرا لأنه في الوقت الحالي أضع التطور فيه مجال المحاسبة واستخدام النظم المعلوماتية المحاسبية إلى تقليل الكتابة وتقليل الإدخال اليدوي إلى أقل درجة ممكنة في الوقت الحالي أصبح هناك العديد من البرامج المحاسبية اللي بيتم استخدامها داخل الكمبيوتر وهذه البرامج المحاسبية بتلعب دور كبير جدا في عملية الفلترة والقيام بالعمليات المحاسبية في ثواني عديدة ولذلك هتجد هنا أن جزء رئيسي من هذا الأمر بيلعب دور نظرا لأنه بيكون هناك نوع من أنواع الاستخدام المحاسبي وده نظرا لأنه لذلك عملية الدفاتر المحاسبية وإمساك الدفاتر أصبح هذا النوع لم يتم عليه في الوقت الحالي ولذلك توقع في المرحلة القادمة أن من يعمل في الدفاتر المحاسبية ستختفي قليلا فأقل إلى أن تنتهي مهنة إمساك الدفاتر ولكن هذا الأمر لن ينتهي فقط تحول من الجانب اليدوي والدفاتر الكبيرة والمفتوحة إلى وجود نظام إلكتروني بيسمح بعمليات الإدخال والتبويب والمراجعة من قبل المحققين وكذلك المشرفين على عملية التسجيل المحاسبي ولذلك إذا نصل إلى النتيجة بأن مهنة الدفاتر المحاسبية لن تختفي ولكن سيتم التحويل من الجانب اليدوي إلى الجانب الإلكتروني سبحانك اللهم بحمدك الشباب أنت استغفرك أتوب إليك لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات على الصفحة لسماع الفيسبوك مصطفى عطي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته